اهلا بكم مشاهدين من جديد شهد ريف ادلب الجنوبي ليلة الماضية حملة قصفا غير مسبوقة من قبل نظام الاسد وروسيا قصف كان اشبه بزلزال من جراء الصواريخ الارتجاجية التي وصل تأثيرها الى كل قرى ريف ادلب وفي حين تستمر المجازر وموجات النزوح فيما يزال المجتمع الدولي يلتزم الصمت حيال الكارثة الانسانية هناك تستمر المحرقة في ريف ادلب وحمى غارات روسيا والنظام لا تتوقف والاهداف مدنية باتت هذه الارض حقل تجارب للأسلحة الروسية اخر ما رشح قصف مكثف على ريف ادلب الجنوبي كان اشبه بزلزال وصلت ارتداداته الى الحدود التركية القصف يستهدف اي شيء يتحرك حتى الهاربين من الموت حسب تشخيص فرق الدفاع المدني العاملة على الارض تتسع رقعة القصف وتتسع معها معاناة المدنيين حيث وثق فريق منسق الاستجابة في الشمال نزوح اكثر من تسعمائة الف مدني بسبب القصف المكثف الذي تتعرض له الاحياء السكنية والبنى التحتية في ارياف ادلب وحمى كما اشار منسق الاستجابة الى استمرار سقوط الضحايا بين المدنيين بعد اتفاق وقف اطلاق النار الاخير بسبب غيروسيا والنظام للاتفاق الشبكة السورية لحقوق الانسان توثق الكارثة في اخر تقاريرها من خلال احصاء الغارات والاسلحة المستخدمة من قبل النظام وروسيا تقول الشبكة ان موسكو تتعامل مع مناطق شمال غرب سوريا كساحة تدريب حي وفعلي للاسلحة التي تصنعها الشركات الروسية اسلحة استهدفت احياء سكنية ومشافر ومدارس وكلها تنتهك القانون الدولي الانساني كالبراميل العشوائية والقنابل العنقودية والمسمارية وايضا الاسلحة الحارقة والكيميائية المحرمة دوليا تقرير الشبكة يحمل استمرار المأساة هناك في الشمال للمجتمع الدولي الذي لم يكترث لما يحصل في سوريا ليفسح المجال لروسيا والنظام لتجريب اسلحة جديدة واستخدام اسلحة محرمة دوليا وارتكاب جرائم ضد الانسانية المجتمع الدولي نفسه ما زال يتريث وينتظر والدليل على ذلك تأجيل مجلس الامن لجلسة مقررة حول الوضع في ادلب والسبب مرض المبعوث الاممي الخاص الى سوريا وكأن لأهل ادلب هناك رفاهية الوقت والانتظار حتى يتعافى المبعوث الاممي وهم يسابقون الزمن نزوحا وقتلا ولفتح النقاش في محور حلقتنا الثاني أرحب مجددا بضيفي هنا في الاستيديو الدكتور سعيد الحاج الباحث السياسي المختص بشأن تركي وعبر الأقمار الصناعية بليونيد سوكيانين بروفيسور في الأكاديمية الروسية العليا ومن أنطاكيا أرحب مجددا بالدكتور أحمد القربي مدير البرامج في مركز الحوار السوري أرحب بكم مرة أخرى وأبدأ معك دكتور الحاج الأرقام اليوم تتحدث عن عدد لا يقل عن 90 ألف نازح بسبب حملة القصف والمعارك المستمرة في مناطق رياف إدلب اليوم كل هذه الأعداد والكارثة الإنسانية ألا يوجد أي تحرك من المجتمع الدولي على الإطلاق؟ الحقيقة لا يوجد ولا يوجد إلا باستثناء واحد ولن يوجد؟ لن يوجد إلا باستثناء واحد إذا كان هناك حصل عفواً 900 ألف لاجه 900 ألف لاجه 900 ألف لاجه منذ بدء الحملة 900 ألف مليون إلا 100 ألف يعني الكلام كان في البداية التحذيرات التركية والأوروبية والدولية كانت أن هناك أكثر من أربعة مليون سوريس يسكنون ويقتنون في منطقة إدلب وبالتالي أي حملة عسكرية واسعة للنظام روسيا سوف تدفع إلى ربما المليون أو مليونين لاجه نحن الآن نتحدث عدم إعلان عن عملية عسكرية واسعة ولكن هناك حوالي قريباً للمليون نازحاً هذه المنطقة أنا أعتقد أن هذا الصمت الدولي إنما هو إشارة على أن ما يتم حالياً في إدلب هو نوعاً ما هناك التوافق دولي عليه وإن كان ضمناً وليس بالضرورة بالتأييد المعلن بمعنى أنه ليس هناك في المجتمع الدولي الآن من يطالب بإقالة أو بإسقاط الأسد وليس هناك من يقارب حتى الوضع السوري بمقاربة الثورة والنظام والمعارضة هناك فقط الفعل ليافطت محاربة الإرهاب ومحاولة تثبيت وضع الأسد هذا يجب وضعه في الحرب في العسبان وقد دهمني وقد كنت أريد في المحور الأول أن أقول أن موقف التركي جزء منه وجزء من ضعفي أنه ليس هناك سند للموقف التركي حتى الولايات المتحدة الأمريكية التي تناكف روسيا في كل شيء شبهي صامتة في موضوع إدلب الاتحاد الأوروبي الوضوع الوحيد الذي يهمه في كل ذلك هو أن لا تكون هناك موجة لجوء من إدلب أو غيرها من عبر تركيا إلى الأراضي الأوروبية وبالتالي طالما لم يصل الأمر أو لم تصل السكين للرقبة كما يقال في المثل التركي لن نجد أن هناك موقف أوروبي رافت حتى الفكرة التي ذكرتموها في التقرير أنه جلسة لمجلس الأمن تلغى أو تؤجل فقط لأنه الممثل أو المبتعث لسوريا أنه مريض أو حصل له شيء صحي وهذا ما أثار الاستهجان ألا يوجد نائب بديل أي حالة أخرى ونوع من الاستهتار وكأنها ذريعة وليست سبب في نهاية المطاف حتى لأنه يكن موجودا ولم يجد حتى من يمثله في ذلك الاجتماع هناك أمر هناك ملف هناك حدث هناك حدث إنساني كبير الحقيقة أنا أريد أن أقول فقط أنه منذ اللحظة الأولى التي بدأت فيها التسويات في مناطق مختلفة وتجميع الناس وتجميع المسلحين وتجميع المعارضة في منطقة إدلب كان الروسية يتحدثون أن هناك انتظار للمحرق الكبرى أنه نجميعهم هناك حتى بطريقة أو أخرى ينهى الملف السوري برمته لأنه في نهاية المطاف روسيا تتحدث عن مسار سياسي لكنها أيضا تحسم على الأرض لأنه السياسة بالنسبة لها أو الحل السياسي أن تخضع المعارضة لم يرده الأسد أو إصلاحات تحت منظلة الأسد الآن إذا نظرنا حتى لحصيلة الشهداء عندما تحدث عن 843 223 منهم أطفال 153 منهم نساء فكرة محاربة الإرهاب ومكافحة حتى هي التحرير الشام غير موجودة هنا هناك استهداف واضح للبنية التحتية من جهة وأيضا الحاضنة الشعبية للمعارضة في إدلب لإرغامها وإرداخها استجلابها للمسار السياسي بالشروط الروسية وشروط النظام ولذلك أنا أعتقد أن الحديث عن مجتمع دولي في ظل الحصل الآن هو نوع من الترف الفقلي لأنه لو كان هناك موقف دولي لما تجرأ النظام هنا تجرأت روسيا هناك نوع من التفويد الحقيقة تحديدا في إدلب وفيما يتعلق بالمناطق السورية غير بالفرات هناك تفويد لروسيا بأن تحل هذا الملف بطريقة أخرى وهناك صمت إلا بالستثناء الذي ذكرته قبل قليل تخوف أوروبي من فكرة اللجوء التي كانت ضاغطة جدا عليهم في 2016 قبل أن يبرموا بطبيعة الحال اتفاق الإعادة مع تركيا في مارس آذار 2016 بعد ذلك فقط تحذيرات وتدخلات أوروبية عندما يكون هناك إرهاصات لعملية عسكرية واسعة قد تؤدي لمئات الآلاف من اللاجئين الذين في 2016 كانوا ربما عاملا قد يهدد وحدة الاتحاد الأوروبي الآن دون هذا الخطر الكبير بين مزدوجين على أوروبا لن تجد هناك صوتا في المجتمع الدولي أشكرك كثيرا على كل حال كنت ضيفنا في المحور الأول والثاني يا دكتور سعيد الحاج الباحث السياسي المختص بأشأن التركي وأنتقل إلى ضيفي من أنطاكيا سيد القربي هل من الممكن أن ترتبط اليوم جلسة مجلس الأمن في هذه الأوضاع بصحة المبعوث الأممي جير بيدرسون وينتهي الأمر عند هذا الحد مليون إنسان إلا مائة ألف تسعمائة ألف نازح ومتضرر من هذه الأوضاع هكذا ينتهي الموضوع أعتقد كما أشار ضيفك الكريم أن حال التذرع بصحة بيدرسون هي ذريعة وليست سبب مقنع واضح أن المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن لا يوجد لديه ما يقدمه بالنسبة للملف السوري ولذلك كان تأجيل جلسة مجلس الأمن هو نوع من مسايرة الواقع بمعنى هنا الملفات السياسية مجمدة ملف اللجنة الدستورية وملف التسوية السياسية بالمقابل العمليات العسكرية في إدلب مستمرة وفي تصعيد من قبل الروس وبالتالي مجلس الأمن إذا اجتمع ماذا سيقدم أكثر من قضية استعراض الأرقام المهجرين والنازحين وبالتالي أعتقد أن التذرع أو إيجاد حجة أو مبرر لتأجيل هذه الجلسة كان هو نوع من مسايرة الأمر الواقع وتأجيل الملف السوري واضح أن هناك رغبة دولية كما ذكر ضيفك هو نوع من تفويض المجتمع الدولي للروس بإيجاد صيغة حل في غرب سوريا وبالتالي ترحيل الأمر إلى القمة المرتقبة في أيلول القادم بين ضامني مسار أسيتانا طيب كيف سوف يتم التعامل مع هذه الكارثة الإنسانية إذن من خلال المنظمات الدولية والهيئات المعنية بشكل مباشر إن كانت بالأساس كما تذكر أن جلسة مجلس الأمن لن تقدم ولن تؤخر حتى لو عقدت بطريقة أو بأخرى لكن اليوم هناك واقع معين كيف سوف تتحرك الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول المعنية والتي تتضرر من هذا الموضوع أنا ذكرت أكثر من مرة على شاشتكم الكريمة أن المجتمع الدولي الأمم المتحدة هي أساسا هي منظمة مركبة لمسايرة المصالح الدولية هي لا تمتلك قوة أو جهاز تنفيذي قادر على فرض قراراته وفرض شروطه وبالتالي أعتقد أن عندما نتحدث بهذا الأمر هو نوع من توصيف الواقع هو ليس نوع من تبرئة المسؤولية أو إيجاد مبرر للمنظمة الدولية بقدر توصيف واقعها وبالتالي أعتقد أن الدول تحدث أنت ما هو المحرك للدول كما ذكر ضيفك الكريمي الدول تتحرك عندما يتم الاقتراب من المصالح عندما تأثر مصالحها سلبا كما ذكر ضيفك عندما شعرت الدول الأوروبية بأن هناك إمكانية موجة لجوء ممكن أن تصل إلى حدود أوروبا مشابهة لتلك التي حدثت في أواخر 2015 هبت وحاولت أن تضغط على روسيا وشهدنا الاجتماع الرباعي الذي حدث في اسطنبول بين روسيا وبين فرنسا وألمانيا وتركيا وبالتالي أعتقد أن الدول إلى الآن تشعر أن العملية محدودة أن هناك موجة النزوح التي يمكن أن تجتاز الحدود مستبعدة حاليا وبالتالي لم نشهد هذا التحرك القوي من قبل المجتمع الدولي لإدانة هذه الحملة أو على الأقل الضغط الإعلامي على الروس لإيقاف هذه الحملة وصلت هذه الفكرة سوف أنتقل إلى ضيفنا من موسكو سيد ليونيد يعني سيد ليونيد اليوم هناك كارثة إنسانية كبيرة ما يقارب المليون إنسان يتضرر من حملة القصف المشاركة بها روسيا بشكل رئيسي طيب اليوم روسيا إن جئنا إلى الموضوع كملف إنساني بشكل كامل بغض النظر عن الملفات العسكرية والسياسية وما إلى هناك الوضع الإنساني اليوم الكارثي اليوم ألا يمكن أن يكون هناك ضغط معين من قبل الشارع الروسي من قبل أي أطراف حتى تكون روسيا غير فاعلة بالأزمة الإنسانية إن صحها التعبير وهي التي تساند قوات النظام وهو السبب في هذه الكارثة لا شك أنه ما نجد حاليا في سوريا كارثة إنسانية ولكن ليست الروسيا وحدها مسؤولة عن هذا الكارثة كافة الأطراف المشاركة في هذه الأزمة هي تتحمل المسؤولية عن هذا الكارثة كل الأطراف ربما لا توزع هذه المسؤولية بالتساوي بين الأطراف ولكنها كلها مسؤولة عن هذه الأزمة وروسيا يجب ويمكن أن تعمل شيئا ما لتجاوز هذه الأزمة الإنسانية ولكن هناك البعد الآخر ما هو الأصول لهذه الأزمة الإنسانية الاستمرار الحرب استمرارية الاشتباكات والحرب يجب الوقف إطلاق النار ويجب إيجاد المخرج السلمي لهذا الأزمة على هذا الأساس الخلاصة الكولي يجب العمل بالاتجاهات المختلفة في الأول يجب المعاجعة الأزمة الإنسانية وروسيا مستعدة لذلك وهي تعمل حقيقة وهي تبذل وتقدم المعونات الإنسانية في الأراضي السورية في الأراضي المختلفة في القليم المختلفة بجهود الكبيرة جدا شيء الثاني يجب العمل في اتجاه الوقف الطاق النار واتجاه الثالث بداية الحوار السياسي بين الأطراف المعنية للوقف الطاق النار والانتقال إلى الحوار السياسي في سوريا كل هذه الأبعاد مترابطة ترابطا عدويا أشكرك كثيرا ليونيد سوكيانين البروفيسور في الأكاديمية الروسية العليا كانت ضيفنا من موسكو عبر الأخمار الصناعية وأشكرك أيضا الدكتور أحمد القربي مدير البرامف في مركز الحوار السوري ضيفنا من أنطاكيا وشكر دائما موصول لكم مشاهدي تلفزيون سوريا الكرام تفاصيل أو فتجدونها في موقع التلفزيون الرسمي والمنصات على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا نكون وصلنا لنهاية حلقة سوريا اليوم لهذه الليلة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر